هل هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي متحيزة؟ هذا السؤال طرحته ميجالة ذويك وأعادت فيها الجدل مرة أخرى حول مسألة حيادية البي بي سي التي طالما كان يعتبرها المشاهد والمستمع مصدراً موثوقاً للخبر وتعود بين الحين والآخر مسألة الحياد والمصدقية والموضوعية إلى الواجهة بسبب اتهامات لعمل الهيئة في طريقة تناولها للأحداث والأخبار الرئيسية ولأي ملفات تعطي الأولوية والأهمية ووصل الأمر إلى بعض العاملين فيها بوصف عملهم فيها بالسنوات العقاف وتحديداً خدمة بي بي سي عربي لم تكن تجربة تستحق الافتخار هكذا وصف عاملون سابقون في بي بي سي عملهم في هذه المؤسسة بل ذهبوا أبعد من ذلك عندما قالوا عنها إنها أسوأ مؤسسة إعلامية عملوا فيها لا سيما بعد تراجع سمعتها في موضوع الحياد والموضوعية فيما قالت وزيرة الثقافة لوسي فريزر للجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة إنها تؤيد هيئة الإذاعة البريطانية لكنها تحتاج إلى فهم واجبات البي بي سي فيما يتعلق بالحياد وردا على سؤال من النائب المحافظ سايمون جوب أقرت الوزيرة باعتقادها أن البي بي سي في بعض الأحيان منحازة لكنها رفضت إعطاء أي أمثلة محددة وسبب التراجع يعود بالدرجة الأساسية إلى الصراع للسيطرة على المراكز الرئيسية إداريا وتحريريا والبرامج الرئيسية أيضا ما خلق شعورا بالتمييز الممنهج لدى العديد من العاملين في مارس الماضي أثارت انتقادات اللاعب السابق ومقدم البرامج الشهير جاري لينيكر لخطط الحكومة الخاصة بطالب اللقوء جدلا حول حياد هيئة الإذاعة البريطانية وعلق لينيكر على مشروع قانون الحكومة للهجرة غير الشرعية والذي وصفه بأنه سياسة قاسية بما لا يقاس تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفا بلغة لا تختلف عن تلك التي استقدمتها ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي أما في أبريل هزت أركان البي بي سي فاضيحة أخرى أدت إلى استقالة رئيس الهيئة ريتشارد شارب بعد تحقيقات أثبتت أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرد لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وتبقى هنا التساؤلات حول حقيقة المصدقية والحياد والموضوعية التي تتمتع بها البي بي سي في ظل الانتهاكات المتكررة لهذه المبادئ والمعايير وفيما أثير عن الطريقة التي يتم بها تعيين مدير هيئة الإذاعة البريطانية ودور رئيس الوزراء البريطاني في هذا التعيين من العاصمة البريطانية لندن هنا القاهرة الإخبارية